وينضم إلينا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الخبير الأمني معا الجبوري سيد معا أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية بما تفسر أسباب تكرار مشهد استهداف أبراج الطاقة بالتزامن مع حلول الصيف ومن هي الجهات المستفيدة طيب يومك سيدتي والسادة المشاهدين وهذا ما يحدث كل عام وطالما تحدثنا من خلال الشاشة الموقرة إلى أن هذه الأعمال تكون طبعا يتستهدف المواطن بالدرجة الأولى حتما لأنه هو الذي سيدفع الثمن غاليا ونحن نعلم أن هناك كثير من العقبات التي جرت في الأسابيع الماضية نتيجة الإشكالية مع الجانب الإيراني حين أصدر أمرا بإيقاف تصدير الغاز والطاقة إلى العراق مباشرة طبعا هذا بسبب خلافات جوهرية ما بين الجانب الأمريكي والإيراني العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني مع ذلك استمرت هذه المجاميع الإرهابية بالعمل ضد إرادة المواطن وضد معاناة المواطن وكان يصاحبها سيدتي الفاضلة كثير من الحرائق في الحقول وخصوصا حقول الحنطة التي تنتشر وتكون جاهزة للحصاد في هذا الموسم عليه طبعا البعد الأول هو بعد سياسي واضح جدا ثانيا يأتي في حراك حقيقة في حراك صراع كبير يجب أن يكون هناك توفر إمكانية عالية جدا للمؤسسة الأمنية ووزارة الدفاع الداخلية نحتاج إلى طائرات مسيرة لغراض الرصيد إلى كاميرات حرارية إلى نواظير ليلية إلى العمل الاستخباراتي الذي تحدث به السيد يحيى رسول والسيد تحسين الخفاجي يجب أن يستثمر لغرض قطع الطريق يعني لا توجد جدوى مهمة وفائدة بعد أن يقع الحدث وتكون هناك ردة فعل ثانوية أو متأخرة على هذا العمل يجب أن يكون عملية استباقية تقطع الطريق على المجاميع هذه التي تقوم بهذا العمل التخريبي هذه المجاميع سيد معنى التي وصفتها بأنها مجاميع إرهابية هل هناك بصمة لعناصر تنظيم داعش فيها؟ نعم لا يمكن تبرئة تنظيم داعش هذا المثلث طالما نتحدث عنه دائما في جميع اللقاءات هذا المثلث الديالة صلاح الدين كاركوك وينسحب طبعا على مناطق الأنبار هذا جبال حمرين أيضا جبال مكعول أخطر مثلث في العراق ويشهد عمليات لداعش بين الفترة والأخرى ويعني 90% من العمليات الإرهابية تقع في هذا الموقع الجغرافي الحائزة الجغرافي الذي للأسف لا يزال يمثل منطقة رخوة تستغل هنا وهناك عملية زرع العبوات سيدتي لا تحتاج إلى جهد كبير وإلى وقت وإلى إمكانيات عسكرية عالية يعني عبوات ناسفة يستطيع اثنان أن يقومان في جنح الليل بنصبها تحت هذا البرج أو ذاك بالتالي عملية تفجيرها تكون عن بعد وتكون سهلة إنما الأضرار للأسف تكون كبيرة جدا إذن يجب أن يكون الحذر والبعد الأمني والاستخباراتي أكثر يقضة بالتالي أن أحتاج إلى التكنولوجيا كما تحدث عنها لا يمكن أن يتحقق الهدف بدون أن تتحقق مسترزمات أعلن في بيان الله بأنه تم التوصل إلى معلومات تشير إلى الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال التخريبية هل لديك فكرة إلى من يشير؟ حقيقة ولم يصرح يعني لا يمكن أن نتحدث نيابة عنه أو نستبقى الأحداث إنما ذكر أيضا معها لدينا معلومات استخباراتية يعني هذه العبارة ويجب أن كان يجب أن توظف لذلك اتخذ دولة رئيس الوزراء إجراءات بمحاسبة الضباط هذه المعادلة يعني عملية عندما يحدث خلل وعندما يحدث خرق أمني ويتم محاسبة الضباط يجب أن تكون حقيقة العقوبة صارمة يجب أن تكون هناك مساءلة قوية يجب أن يكتم من خلال المجالس التحقيقية واللجانة التي تشكل الوصول إلى الهدف من الذي يقوم بها؟ أين مكامن الخلل؟ لماذا دائما يتم هذا العمل؟ ومنذ سنوات نعلم وخصوصا في فصل الصيف عندما يكون المواطن في أمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية ونحن نعيشها حتى اليوم يعني حتى اللحظة التي نتحدث بها نعيش معاناة على مدار الساعة في هذه الأجواء الحارة وإضافة إلى منغصات ومعاناة المواطن العراقي ومتنى كثيرا لك على حضورك معنا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية والخبير الأمني معا الجبوري شكرا جزيلا لك